الاي اي بيستخدم في الحاجات دي الذكاء الاصطناعي هل يستخدم في الاي اي استخدماته كتير جدا وطبعا اه بصحك الاي اي الهدف منه الاخير في الاخر انه الاي اي بقى قادر يكون عنده معلومات اتعلم منها وبيستنبت منها معلومات اخرى غير اللي موجودة نتيجة تحليل المعلومات ديت تتعلمه ثم بتحطه في تجربة وياخد هو القرار يعني الاي اي هدف في الاخر مثلا ايه فيه تطبيق من تطبيقات الاي اي حصل اثناء كورونا وحصل في الصين وكنا بنحاول نعمله هنا في مصر بحاول عمله ايام يعني وقت ما كنت مشر وزير الصحة لتكنيجة المعلومات في ايام كورونا يعني اه هناك في الصين عاملوا حاجة لطيفة جدا اشعاعات الصدر بتاعت الناس اللي عايزين يكتشفوا فيها كوفيد ولا لا اه اه علموا على مجموعة اشعاعات حوالي اثنين مليون اشعة ده عنده كوفيد ده ما عندوش ده عنده كوفيد ده ما عندوش وهكذا وبعدين علموا الاي اي اي بالماشين لوننج شكل الاشعاعات اللي فيها كوفيد وشكل الاشعاعات اللي ما فياش كوفيد اوتوماتيك بعد كده بقى لو انا ديت الاي اي 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 اشعة جديدة لواحد جديد الاي اي لوحده حيقولي لا ده عنده كوفيد او ما عندوش تبقى الاي ايه لانه تعلم من ملايين ريكورز قبل كده وطلع منها انماط وعمل باترنز وبناء على كده ابتدى هو يفرز يفرز وياخد قرار بان ده عنده كوفيد او ما عندوش وهكذا فاستخدامات الاي اي اي ده ده نطاقها في المجال الاول يعني ثم حاجة مثلا زي اللينكات اللينكات هي بتبقى ستريت فورويد انا لما بفتح اللينك ده لو هو فعلا فيشنج يبقى هو بيداونلود لي فايل او بيديني بايلود بشكل من الاشكال اي ترافك يعني مجموعة الديتا بشكل من اشكال سواء ده كان ده فايروس بقى ولا وورم ولا اي ان كان اداني مجموعة الديتا الموقع بتاع اا نورتون او جوجل ترانسبارنسي بيفتح اللينك ده بيشوف هل بياخد منه بايلود والبايلود ده عليه حاجة برمجية يبقى الكلام ده خبيس يقولك الموقع ده خبيس فالحد كبير استخدام الاي اي فيه موجود لكن بشكل محدود